بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا محمد وعلى أهل وسهلا بكم طلاب وطلبات الصف الثالث الأدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع درس بعنوان المشروعات الصغيرة وهو آخر دروس الكراءة المقررة في هذا العام إن شاء الله في نهاية الحصة بإذن الله تعالى سوف تكون قادرة على تعلم بعض المفردات الجديدة من خلال أحداث هذا الدرس وأن تدرك أهمية المشروعات الصغيرة للأوطان وأن تقدر دور المشروعات الصغيرة في القضاء على البطالة المشروعات الصغيرة تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول النمية والمتقدمة ولقد حققت بعض الدول الأسياوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة مما حولها من قوى استهلاكية إلى قوى منتجة خلاقة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة التي تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتلاءم مع وفرة الأيد العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كالصناعات الغذائية والنسية والمعدنية والتي تلبي متطلبات الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية إذن هذه المشروعات الصغيرة لها دورا مهما جدا في الاقتصاد الوطني وظهر هذا الدور العظيم في دول الاتحاد أو الدول الأسيوية بعض الدول الأسيوية كالصين واليابان وكوريا وسنغافورة وغيرها من هذه الدول التي تسمى بالنمور الأسيوية وسميت نمور زابطة صارى الاقتصادي العظيم الموجود في هذه البلاد وهذا طبعا الدور الأساسي فيه هو الاهتمام بالصناعات الصغيرة وهذه الصناعات الصغيرة تستغلي الإمكانيات والخدمات المتاحة في الدولة من قيام تنمية شملة لها دور مهم جدا في الاقتصاد الوطني وتشكل الصناعات التفليدية مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي المتطور الحي الذي يتمثل في إنتاج العديد من المنتجات المتميزة مثل الزخرفة والنقش والمعادن والفخار والجلود والمفروشات القطنية والصوفية والمصنوعات الخشبية والصدفية والرخام ومواد البناء والملابس التقليدية والصناعات التطريزية الحريرية وغيرها كل هذه الصناعات ترتبط بتراث مصر الحي المتطورة ترتبط بتراث مصر الحي المتطورة ما معنى هذا؟ معنى هذا أن هذه المشروعات الصغيرة تستغل الإمكانيات المتاحة في البيئة هذه الإمكانيات طبعا لا تتكلف الكثير من المشروعات الضخمة وخطوط الإنتاج ووفرة أي دعملة وغيرها من هذه الأشياء ولكنها مشروع صخير يمكن أن يقوم به مجموعة من الشباب مع بعضهم كما أكرت على الدوام وجودها ومكانتها خارج البلاد من خلال منتجاتها التي كانت وما زالت تسوق في عدة أكتار أجنبية أوروبية وعربية إذن هذه المنتجات التي تصدر من المشروعات الصغيرة تسوق ليس في الداخل فقط وإنما في بعض الأحيان تصدر إلى الخارج وهي تمثل نشاطا اجتماعيا ظل يحتفظ بتراث مكانة خاصة سواء بالنسبة للحرفيين لأنه يقوم لهم بدور مهم جدا أو المواطنين المستفيدين من منافعها طبعا ضغطة بالحياة اليومية للمواطنين أو بالنسبة للدولة التي حظى لديها هذا النشاط بتقدير خاص ومتميز لما يؤديه من وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية وامتزاجه بمختلف مظاهر الحياة والعمران وتوفي فرص عمل للشباب ورفع مستوها المعيش وزيادة دخل الأفراد وتحسين المستوى الاقتصادي وكيفية التنمية الاجتماعية كل هذا يدفع الدولة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة لأنه قابلني بالأمس سؤال يقول ما الدافع وراء الاهتمام بالمشروعات الصغيرة طبعا الدافع عظيم جدا وراء الاهتمام بالمشروعات الصغيرة هذا الدافع هو ما ذكرناه لها وظائف اجتماعية واقتصادية وثقافية ويختلف وامتزال جمهور مظاهر الحياة والعمران ووفر فرص العمل يرفع مستوى المعيشة زيادة دخل الأفراد تحسين المستوى الاقتصادي كيفية التنمية الاجتماعية كل هذا يدفع الدولة إلى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة ويتميز المشروع الصغير بعدة خصائص تتلخص في صغر الحجم وأنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء مشاطر هذا سؤال مهم جدا خصائص المشروعات الصغيرة أو يكاد يكون أهم سؤال في الدرس العيد ثاني تتلخص في صغر الحجم وأنه لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء نشاط لا يحتاج إلى تمويل كبير عشان تعمل مشروع صغير انت مش محتاج رأس مال كبير او تمويل كبير او بس انا عايزة ادي مثلا مثال ايه هو رسل ايه هو المشروع الصغير عشان نبقى فاهمين انا هعمل مثلا محل بآلة تمام او هجيب منتج من اي بلد وهبيع عندي في البلد او في المنطقة اللي انا موجود فيه حل ملابس محل مفرشات او انا هصنع ملابس او مفرشات او هكذا فيه قرية ايه زكرة في صفر الرابع الاتدائي اسمها كارية الدراح ايه هذه القرية انا الحمد لله ان انا منها هذه القرية بها تعتمد على زخرافة وتصنيع الزجاج يجيبوا الكبيات ويزخرفوها ويرسموا عليها ويحطوها في علم شكلها جميل كده ويخرجوا ويسوقوها في جماعة حق مصر أو في بعض البلاد الخارجية طبعا مشروع مش مكلف مشروع بسيط جدا جعل مركز أجا بمحافظة الدقارلية خالي تماما من البطالة بسبب وجود قرية مثل قرية الجراح في هذا المركز أدت إلى احتياج عداد كبيرة جدا من الأيد العاملة الأمر الذي لا تكفي الدولة القيام بوحدها أو القرية القيام بوحدها وإنما يأتي إليها العمان من جميع أنحاء البلاد التي تجاوره هذا لو طبقنا هذا على ما أراه أمام عيني من أهل بلدتي هذا المشروع لا يحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء نشاط لا يحتاج إلى تمويل كبير كما أن عدد العاملين في هذه المشروعات قليل جدا حجم رأس المال المشروع صغير نسبيا حجم رأس المال صغير الحجم نسبيا نشاط المشروع ونطاقه الجغرافي محدود يعتمد على تكنولوجيا بسيطة عند بدايته ويساعد على إيجاد التوازن الصناعي بين الحضر والريف إذا ذهبت إلى قرية من القرى التي تتم بالمشروعات الصغيرة المشروع الصغير يساعد على إيجاد التوازن الصناعي بين الحضر والريف تسهم المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب وهذا أهم ما يميز المشروع الصغير أو القيمة العظمى للمشروع الصغير وهو أنها بتساعد على توفير فرص عمل للشباب وبالتالي تسهم في حل مشكلة البطالة وهي أكبر ما تعانيه مصر من مشكلات ثم يمكن تصنيف المشروعات الصغيرة إلى مشروعات إنتاجية يعني حد بيجيب منتج أو بينتج حاجة وبيباعها أو بيتعامل فيها مشروعات خدمية زي عيادة الطبيب خدمي محل الحلاءة خدمي لما يكون أنا ما عنديش منتج ببيعه والناس بتيجي بعمل لهم خدمة وبستفيد منهم ماديا مشروع يبقى ده مشروع خدمي مشروعات تجارية لما كون بجيب منتجات بسعر معين وببيعها بسعر أعلى وبأخذ المكسب ومن المهم دور الدولة بها من المهم إعداد وتنمية مهارات رجال الأعمال الصغيرة بما يجعله قادرا على إدارة مشروع صغير بكفاءة وفاعلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية يبقى إزاي أقدر أدرب رجل الأعمال أنه يقدر يحسب التكاليف بتاعته يقدر يعرف إذا كان هو بيكسب أو بيخسر أديره التسهيلات الكاملة علشان يقدر ينجح في المشروع بتاعه وإيمانا بأن هذه المشروعات الصغيرة تمثل النواة الأساسية أهمية المشروعات الصغيرة تكمن في أنها تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة هذه المشروعات الصغيرة تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر إن الزيادة السكانية وضرورة خلق فرص عمل للشباب تتطلب ضرورة التوسع في الصناعات الصغيرة لما لها من عائد اقتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر إذن لابد من التوسع في المشروعات الصغيرة بسبب وجود زيادة سكانية وخلق لفرص عمل للشباب الأمر الذي لا تستطيع الدولة أن تفي به وحدها وإنما لابد من تعاون الجميع فتاحة الفرصة للشباب لإقامة مشروعات صغيرة لأنها يكون لها عائد اقتصادي قوي جدا ننتقل الآن إلى المناقشة مع أهمية المشروعات الصغيرة أهمية المشروعات الصغيرة تؤدي المشروعات الصغيرة دورة مهما في الاقتصاد الوطني لكثير من الدول المتقدمة والنامية الدول المتقدمة هي التي حققت التقدم ولم تكتفي بالمشروعات الصغيرة وإنما حققت المشروعات الكبيرة مع جانب المشروعات الصغيرة هذا بسبب أنها أصبحت متقدمة ولكن اعتمادها الأساسي في اقتصادها على المشروعات الصغيرة أما الدول النامية مثل مصر وكثير من الدول فهي الدول الساعية نحوة تقدم ما الذي حققته الدول الأسياوية خلال الأقود الأخيرة الدول الأساوية استطاعت أن تحقق إنجازات هائلة بفضل الاهتمام بالصناعات الصغيرة مما حولها من قوة استهلاكية إلى قوة منتجة خلاقة يعني مصنعة أو مبدعة هذا بسبب الاهتمام الأساسي بالمشروعات الصغيرة كيف اهتمت الدول الأسياوية بالصناعات الصغيرة؟ اهتمت الدول الأسياوية بالصناعات الصغيرة فاستطاعت أن تستغل الخامات المتاحة مبتكرة أساليب تكنولوجية جديدة تتناسب مع وفرة الأيد العاملة لإنتاج سلع ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين كيف كده اهتمت الدول الأسياوية بالموارد المتاحة عندها أما نحن فعندنا وفرة في الموارد ولكن نحتاج إلى التوسع أكثر في المشروعات الصغيرة لماذا يجب الاهتمام بإنتاج السلع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين؟ ليه؟ ويجب علينا إنتاج سلع مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين لأن الاهتمام بالسلع المرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين مثل السلع الغذائية والنسيجية والمعدنية لأنها تلبي متطلبات الأسواق المحلية وكذلك التصدير إلى الخارج إذن أنا لما كنا أعمل مشروعة ما ينفعش أن أنا أجي أعمل مشروعة يكون مش متناسب مع البيئة اللي أنا موجود فيها تمام؟ يعني ما جيش واحد خسر كل فلوسه لأنه راح يبيع متسكلات صيني في دول الخليج طبعا لا دول الخليج محتاجين يركبهم متسكلات ولا الجو هناك ودرة الحارة تسمح أنهم يركبوا حاجة زي كده أو واحد يجيب ملابس غير متوافقة مع الشعب المصري ويجيبها هنا في مصر طبعا مش هيمش المشروع إنما المفروض أن أنا لما أكون بعمل مشروع يكون المشروع مرتبط به الحياة اليومية للمواطنين ما الذي تشكله الصناعات التقليدية الصناعات التقليدية تشكل مصدرا مهما للمشروعات الصغيرة التي تهتم بتراث مصر الشعبي الحي المتطور وفيما يتمثل تراث مصر الشعبي المتطور من الصناعات طبعا كتير منها الزخرفة والنقش والمعادل والفخار المفروشات القطنية والصوفية والجلود والمصنوعات الخشبية الصلافية والرخام مواد البناء الملابس التقليدية الصناعات التطريصية الحريرية وغيرها هذا دليل على أن مصر غلية جدا بالموارد ولكن يجب التوسع أكثر في المشروعات الصغيرة أكثر من ذات كيف أكدت مصر تواجدها ومكانتها خارج البلاد؟ طبعا أكدت مصر تواجدها خارج البلاد من خلال منتجاتها التي كانت وما زالت تصدر وتصوق في عدة أكتار أجنبية أوروبية وعربية ولماذا تحظى هذه المنتجات باهتمام الدولة؟ تحظى هذه المنتجات باهتمام الدولة لأنها تمثل نشاطا اجتماعيا ظل يحتفظ بمكانة خاصة لدى الدولة والمواطنين المستفيدين من منافعها لما يؤديه من وظائف اقتصادية واجتماعية وثقافية بهذه المشروعات لها قيمة كبيرة لدولة لأن ما نفع فيها متبادلة من الدولة ومن الأفراد اللي هيقوموا على المشروعات الصغيرة ومن الأفراد اللي هينتفعوا كمان بالمشروعات الصغيرة وأيضا امتزاجه بمختلف مظاهر الحياة والعمران وتوفير فرص العمل يعني امتزاجه بمظاهر الحياة الملابس والأكل والشرب والاستخداماتنا اليومية والعمران لأنه خدنا أن فيها الحديد والخشب مصنوعات الحديدية والخشبية ومواد البناء وغيرها هذا كله مرتبط به الحياة اليومية وبالشكل العام للدولة ما الخصائص التي تتميز بها المشروعات الصغيرة؟ هذا سؤال غاية في الأهمية تتميز المشروعات الصغيرة بعدة خصائص تتلخص فيه أولا صغر الحجم وأنها لا تحتاج إلى مساحة كبيرة لأداء النشاط ثانيا لا تحتاج إلى تمويل كبير ثالثا عبد العاملين قليل وحجم رأس المال صغير نسبيا نشاط المشروعات الصغيرة نطاقها البغرافي محدود يعني التوزيع بتاعها محدود في المنطقة اللي هو هيفتح فيها المشروع وأيضا تعتمد على تكنولوجيا بسيطة عند بدايتها ومع توسع فيها المشروع يكون هناك توسع فيها التكنولوجيا المستخدمة ما الوظائف التي تؤديها هذه الصناعات للمجتمع؟ أو ما أهمية الصناعات الاقتصادية؟ تسهم في توفير فرص العمل ورفع مستوى المعيشة وزيادة الدخل للأفراد وتحسين المستوى الاقتصادي وكيفية التنمية الاجتماعية كل هذه بسبب كل هذه الأشياء بسبب الاتمان بالمشروعات الصغيرة أو هذا الدور العظيم الذي هي المشروعات الصغيرة للدولة كيف تشهد تسهم المشروعات الصغيرة؟ في القضاء على مشكلة البطالة طبعاً هذا أكبر مشكلة وأكبر حل للمشكلة البطالة هي التوازن في المشروعات الصغيرة حيث تساعد على إيجاد التوازن الصناعي بين الريف والحضر لأن معظم الناس أو معظم الشباب بيتركوا الريف وينتقلوا للحضر علشان يعمل المشروع أو علشان يشتغل في الحضر في المدينة أما لو كان في مشروعات صغيرة أو في توسع في المشروعات الصغيرة في الريف هيضط زي ما هو في مكانه ويعمل مشروع بتاعه في الريف وتسهم أيضاً المشروعات الصغيرة في توفير فرص العمل للشباب وتوظيف ما يسهم في القضاء على البطالة ما هي أنواع المشروعات الصغيرة؟ أنواعها تصنم إلى مشروعات خدمية ومشروعات تجارية وأيضاً مشروعات إنتاجية خدمية وتجارية وإنتاجية ما أهم ما يجب فعله نحو هذه المشروعات أو كيف نعد رجل الأعمال الصغير للمشروعات الصغيرة دور الدول من المهم تنمية وإعداد مهارات رجال الأعمال بما يجعله قدر على أولاً إدارة المشروع الصغير بجفاء وفاعلية في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية عشان يعرف وبيحصل ولا بيكسب ويحعرف إزاي حقاً ماكسب إيماناً بأن هذه المشروعات تمثل النواة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في مصر ما الذي تتطلبه الزيادة السكانية؟ طبعاً الزيادة السكانية الحل الأمثل لها في توفية فرص العمل للشباب هو ضرورة خلق فرص عمل للشباب والتوسع في الصناعات الصغيرة ولماذا يجب التوسع فيها الصناعات الصغيرة؟ هذا ما ذكرناه؟ لأن لها عائل اتصادي مرتفع بالنسبة لرأس المال المستثمر فيها المشروعات الصغيرة تحول المجتمع من قوة تحول المجتمع من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة لأنها لا تحتاج إلى رأس مال كبير ولا تحتاج إلى مساحة أو حتى تكنولوجيا كبيرة لذلك يمكن لكثير من الأفراد القيام بها مما يحوله من طاقة منتجة وليست مستهلكة فقط والآن ننتقل إلى أهم المعالي النابية هن هي الدولة التي تسعى إلى النمو أو إلى التقدم جمعها النوامية العقود جمعها العقود وهو عشرة أعوان الخامات يعني المواد قبل التصنيع وفرة أي الأيد العاملة يعني كثرة الأيد العاملة والتصدير يعني الإرسال أو البيان الخارج التقليدية معناها المألوفة أو المعتادة وعكسها المبتقرة أو المخترعة تتلاءم يعني تتصق وتنتظم تلبي الاحتياجات يعني تجيب الاحتياجات والتراث هو الميراث أو ما تركه الآباء تأويل يعني تقديم ما يحتاج إليه من أموال يتميز المشروع يعني يتصف المشروع المشروع النسيجية يعني المنسوبة تصوق في عدة أكتار أكتار يعني بلاد والمفرد كتر الحرفيين يعني المشتغلون بالحرف ومفردها حرفية خصائص يعني صفات تميز الشيء وتحدده ومفردها خصيصة هائلة يعني كبيرة وضخمة وخلاقة يعني مبدعة والمتاحة يعني المهيئة النطاق يعني الأفق نحتاج إلى ننتج جغرافي الأفق والجمع نطق والحضر والمدن تنظيف يعني تعيين في وصيفة وتصنيف يعني تنسيم إلى أصناف وإدارة المشروع يعني تنفيذه ورعايتهم وحظى يعني نال زفر والآن أكمل ما يلي تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما فيه كنا في الاقتصاد الوطني للدول سؤال الثاني لقد حققت بعض الدول نوع إنجازاتنا إلى خلال العقود الأخيرة أنهي الدول الدول الأسيوية حولت المشروعات الصغيرة هذه الدول من قوة استهلاكية إلى قوة مدية خلاقة والآن ننتقل إلى الواجب المنزلي أجب على هذا السؤال معناه النميع هي التي تسعى إلى النمو والجمع النوامي العقود جمع عقود وعشرة أعوام الخامات هي المواد القابلة للتصدير الخامات هي المواد قبل التصنيع وفرة يعني كسرة التصدير يعني الإرسال أو البيع للخارج التقليدية معناها المألوفة أو المعتادة أو مضادها المتكرة تتلاءم يعني تتصق وتنتظم تلبي تجيب تراث هو الميراس أو ما تركه الأجداد تمويل يعني تحت تقديم ما يحتاج إليه من مال ويتميز يعني يتصفنا النسيجية يعني المنسوجة أجم الميال تؤدي المشروعات الصغيرة دورا مهما في الاقتصاد الوطني لقد حققت بعض الدول الأسيوية إنجازات هائلة خلال العقود الأخيرة حولت المشروعات الصغيرة الدول الأسيوية من قوى استهلاكية إلى قوى منتجة خلاقة والآن ننتقل إلى الواجب المنزلي اقرأ هذه الفكرة ثم أجب سؤالا المراضفات ما أهم الخصائص التي يتميز بها المشروعات الصغيرة وده سؤال في قوية الأهمية كما قلنا في أسماء الشرح بين أسباب اهتمام الدولة بالمشروعات الصغيرة أو قد يأتي هذا السؤال ما تدافع وراء الاهتمام بالمشروعات الصغيرة الآن هذه أسئلة لملخص ما ذكره في الدرس سأزيب أسئلة كلها قد أجبنا عليها بالفعل نرجعها ولو فيه وأنت بتحل أي سؤال ويف معاك ممكن أن نتناقش في حصة جاية سأزيبكم أخذوا دي صورة عندكم وجاوبة على الأسئلة دي وإلى هنا نكون قد وصمع إلى نهاية حصة اليوم كان معكم أستاذ محمد معروف معلم اللغة العربية دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر